اهلا ارحبا بكم احمد فاهم محافظة اليوبية وتحديدا في قريطة بمعنى الكلمة مأساة اسرة الشاب ابراهيم اللي راح ضحية الخلافات الاسرية والخلافات العائلية بسبب المراس ابراهيم تم انهاء حياته على ايد ابن عمته باسلاحه بيد هنعرف التفاصيل الصادمة حول الوقع وازاي ابن عمته خلص عليه بسبب مراسة على قطعة ارض او منزل بمبلغ مالي ولكن ابراهيم كانت حياته اغلى من الفلوس ولكن ابن عمته انا حياته تماما علشان موضوع الورث هنعرف التفاصيل كاملة من الاسرة وازاي ابراهيم الشاب اللي لسه في مقطابة للعم يعني راح ضحية الخلافات الاسرية وراح ضحية مغدر من ابن عمته قتله بسلاح ابيض في قرية ابولغية بقى التفاصيل الصادمة الخيرية بحوث المبسال خير بقى اللي هاتف الحادرتك والده انا والده افادي احكي لنا بقى ايه اللي حصل كده ايه الموضوع يعني ايه الخلافات على ايه وابراهيم فقط حياته على ايه وابراهيم فقط حياته الا ايه ده فقط حياته ده برهيم ابنك اندو كم سنة ابراهيم ان شغلت سواء توك توك. سواء توك توك. ايه بقى اللي حاصل حكي لنا كده. حضرتك انا اخويا ميت قبل رمضان بيوم. كان بايع حتة بايع البيت اللي جنب ال 230 الف دليل. اما اخويا توفى فدفنت اخويا و اخويا كان صرف من الفلوس ارشين و ارشين موجودين. رحت للرجل استسمحت وان انا ارجع البيت لولاد اخويا. الراجل مشكورا قال لي دبق فلوسك وخد بيتك. دبقت الفلوس ورجعت البيت لولاد اخويا. اخواتي قالوا لي لا انت بترجع لي اما عرفوا انت بترجع البيت لي. قلتولهم لولادهم. عشان لو عيلك جد تتجوز تغضب تغضب في بيت ابوها. ما تغضب في مكان تاني. قالوا لي لا احنا نورس البيت. احنا نورس البيت. قلتولهم لا مفيش حد يورس من عيال صغيرة. قالوا لا نورس. يمين شمال بقينا نحارب بقالها 14. البيت اللي هم يورسوا فيه فعلا معهم في البلد فبلغيت بنا وبنا بلغيت خمسة كيلة. كان رشوني منه سبت على قد الناس سبت البيت وقلت الولادة ما تروحوش البيت. منحت اروح البيت. البيت اللي هم عاوزين يورسوه خلوه يقضوه. لكن بيت اخويا اخويا حافظ عليه. يعني اخوك توفى وسايب بيت. اخويا توفى وسايب ارشين. ارشين. باع البيت. باع البيت. سايب ارشين. فانت قلت انا رجع البيت. ارجع البيت عشان لو عيالة جوزت وجده وتغضب بتغضب اخوها. في ناوس. تمام. بح تغضب تلاقي نفسها فين. الشارع. في الشارع. لا قلت جنب اولاد عمبها. تمام. رجعت البيت الخلافات بدأت من هنا. تمام. لا نورس مش نورس. روحت الشيخ قال لي ورسه. قلت له طب العيال دي عيالة صغيرة. مفروحش حد بتجاوس. يعني ابتجعت للشارع برضو عشان حكم الله. عشان حكم الله. اه. قال لي هو مفروض يورسه في الدين يورسه. تمام. قلت له طب وبعدين. قال لي بس بالرقفة. محدش يورس. وانت يبدي بتعمل عمل خير خليك في الخير. بدل مش تماع خليك في الخير. تمام. قلت له يا جدعان نكتب البيت باسم العيالة. قالوا لأ. تابني اعمل قالوا باسم ورسة ورسة. ورسة احمد مصطفى. فتلجأت الشيخ تاني. برضو. الشيخ التاني. يا عم الشيخ عاملوا كذا كذا. قال لي يا ابني هما في دمقهم كده طمعين ويورسه. لان انت كتبت البيت باسم ورسة. مهموم اخواتك دول من ضبن الورسة. هيبوعه البيت اكباري فاسبين عناك ويورسه. وانت اللي دفع تمام. وانا اللي دفع. لا دفع تماملوا مني ومن اخوية. تمام. ما دفعتش تمامل ونجيبي برضو. تمام. لان هو بيت الحق او احنا بيت الزو. تمام. مجحت البيت. لما تلايتهم برضو متحكمين يكتبوا الورسة. قلتلهم البيت مش هيكتب. مش هيكتب ورسة. يكتب بايع شرعي لخوية. تمام. تاب نورس مش نورس اخر ما تعب. قلتلهم يا جدعان انت عاوزين تورسه. العيال دي عند خلق. لو بعطهم للصبح. تتجهز العيال دي. تاب هنا فابلغة ارياف. العيال بنات بتتجهز. بتتكلم. قلتلهم تكتب ورق. نكتب ور قال. قالوا لا احنا بندور على الورسة دلوقتي. ابندورش على جواز العيال. العيال لو جاد تتجوز خلو بقولها جواز. قلتلهم مفيش بيت. فضلنا في المشاكل. لحد يوم المشكلة. كلنا بقى يوم المشكلة ايه اللي حصل? يوم المشكلة انا كنت شغال وجيت من شغلي قرب العصر. قعدت قدام البيت بنت قالت له جزعمتي يجيه وراء. انا بحكي الحياة طعت ربنا. جزعمتي يجيه وراء. قلتلها باشي. هو شاري مني كطعة ارض. وانا معايا بشوات ارض. روحت اشوف. قالت لي بيزرح شجر وزينة وراء. روحت الف. لقيته بيزرح شجر في ارضه. ما بيزرحش في ارضه برضه بصراحة. تمام. وجبت بعدي وجيت قعدت قدام بيتك. وجيت اللي يقول له واحد جاء لي بزوغتك بيتصر باخوتك يجيبه. طبعا انا قاعد لوحدي انا وبنتك. تمام. انا ليه اتنين شغالين بتكاتب. قلت اتصل بيهم اجيبهم يلحقوني. تمام. اتصلت بيهم ما كان مفتش. قلت حاسس ان في غدر او قلبك حاسس ان في مشكلة قلت اتصل انا كبير في السن. قبت متصل بيولادي جايبهم. وجيت العيد اخواتي جايين قبل ولادك. وولادي اخواتي. اخواتي نزلوا ع الباب جاري يكسروا. وولادي اخواتي وخير بيزقوا معهم في الباب بها بحديد. بصيت لعيد ابني ابن ابراهيم جاي. جاريب اهو. نازل من الاهب. ما نزلتش من طاقتك. براهيم ده ما نزلتش من طاقتك. محمد ابن اختي رحشده من طاقتك. ورح معبله المطور. اخوف ده التقطك التاني في ظهر. التقطك التاني في ظهر ابراهيم. ابراهيم بيضع في الارض اخوه رح نكفي عليه. بكافت اخوه عليه. رح طعم برضو بحسايد ابني ده تلت طعنات في ظهره. طعم سيد ده تلت طعنات في ظهره. مصاب برضو يا سيد. اه. بس انت لقيت جزختي رح جايخة متنفدرش كل بندوية في وشي. اترمت عليهم انا راقت. اه. اترمت عليهم عشان متين وتلاتين الف جنيه شاب. في قبر اربعة وعشرين سنة. بنجهز tau مجوازو يا وقتو عليه عشان كل واحد هتورس عشر تلاف جنيه. كل واحدة من اخواتي تورس عشر تلاف جنيه. دياها حياة شاب دياها حياة ابني عشان عشر تلاف جنيه. وبنهخ только اللي قَت له. وبنهختي اللي قت له. ابنهختي الناس له اخواتو. انا ماتهمتيش أخواتو ما اموتوش ابدي. انا ماتهمتش على اللي قتة البدي بس. ماتهمتيش على اللي قتي لبدي بس. رغم النوم تهجموا عليه. رغم اللي هم كلهم متهجمين اخواتي ولاد اخواتي. كل هم متهجمين. وبعد كده ايه اللي حصل? وبعد كده خدت انا فوقت الناس بيشيلو ابدي حطوه في العربية. خدتوا خدت ابني وجريت على مستشفى الاناطر. وناس جابت ابني التاني وراها مستشفى الاناطر. في مستشفى الاناطر. خدت عان خياط لك وشك. قلت لهم لا اتمن على ابني ليه اللي ابدي دي روحي. ابني روحي. روحي واقل. مرضتش خيط. ومناش شرط اتعام خياط لك الاول. وهم ما يشوف ابنك قلت لهم لا. لحد ما قالوا ليه. وقال الله ابنك اتوفر خياط لك انت. مش اخير. اغمى علي. خدوني فوقت برضو. خياطوني وشي. ودوني على مركز الاناطر. كتبوا المحضر في مركز الاناطر. ودوني على ليابة الاناطر. برضو سيادة وكيل النيابة باسم بيه يشكر. كتبوا المحضر وترتب علي بصراحة. لحد من مركز الاناطر. حكومة الاناطر العادلة. جابوا الولاد. مهملوش. انا عامل محضر برضو الولادة. وقال بسخالته. واخوه. طالعين على بديه. يعني احنا بنشكر الجهيزة الامنية. بنشكر الجهيزة الامنية اه. على سرعة قبضة المتهم. على سرعة قبضة المتهم. وتحويله الى انيابة العام. اه. ايه اللي حصل بعد كده بعد القصة دي كلها ايه اللي حصل بقى? دفنت ابنك. دفنت ابني وجيت قعد في البيت. اه. بصيت لقيت الحكومة باشكر الحكومة. جابت المتهم وجاب صوره قدام بيت القضية. حد جالك من اخوتك. لا محدش جالي من اخوتي تاني. حد يجلي تاني. محدش عزاك. محدش. لا محدش جالي. محدش تلع معك في الجنازة. محدش طلع. هربوا كلهم. يعني ابنك فقط حياته بسبب اه يعني مشاجرات عائلية. ويه الورث اه على البيت داود. بسبب البيت داود. ابراهيم روح بسبب بيت بيتين وتلاتين الف جنيه. كان ابراهيم بالنسبة لك يا هجل. كان ابراهيم بالنسبة لي وروح. ما دخلش داود يا ما تجوزش. مفرحش. اربعة وعشرين سنة مفرحش في حياته. مفرحش في الدنيا بسبب الطمع. بسبب طمع المراش. مفرحش يا اخو ابني. ابني مفرحش بسبب طمع المراش. انا بطالب الكصاص. زي ما تقتل يقتل. زي ما تقتل يقتل. احنا بنسك في الحكومة المصرية. بنسك في الحكومة المصرية. وبنسك في العدالة المصرية. حق ابراهيم هيجي. وحق ابراهيم هيجي بالعدالة المصرية. يعني احنا بنسك لجهزة الامنية. بنسك لجهزة الامنية. اه حق ابراهيم لازم يرجع. ابراهيم. بنسك لجهزة الامنية. الشاب الصغير اللي راح ضحية الغدر. ضحية الورثة. ضحية المشاكل الاسرية. اه حاجات كتيرة لوالد في حالة تم بصريعة العدل بالعادل بالكصاص سرعة العدل بالكصاص عشان 10 تلاف جنيه بمشد العدالة بالكصاص عشان 10 تلاف جنيه بالسرعة لاني انا مبينامشي باPHت كله مبينامشي باST mabo بينامشي تزوين الكِصاص طلهم معار مش النبل اي ما اخذ لكصاص اي ما الحكومه جابت poison written اي لن القصاص زي ما تدخلوا الثر 해 بالتاني خش الثرƯ مش عاوزين ازاد مركزات في العدالة المصرية بسأل خير يا حج الولنك بقاء للناف ابنك إبراهيم احكي لنا بقى انت الوالدة التفاصيل جات لك ازاي انا في شارع الجسر عند مستشفة الساحل بديح شوية زرع انا طبعا قمت بقى ليه من الزرع كده بعد العصر ليه التلفون جاني اول التلفون دي مجرام اولي الحاق يا موصطفة عالي في ايه؟ اولي الوضع عمتك جاني تخرق مع بيتك ازاي؟ اولي جاه قمت جاري نميت الزرع وروحت بقطي وقت الشنطة اللي انا جايبها فاعتك طالباتي كان صبحت الضمار ونكبت تكتك ونزدت في المزلاط لوحت راج بتيوبتك طلفون درن علي لقيت بنتي بتصرق عندها تلاتاشر سنة اخلا طولها سنة ثلاثة عدادة اي يا لينا؟ قالت ابراهيم في اي يا لينا؟ بحق طلفون ساكر الركاب جانبي قالوا هات يا حاج واحنا نتكلم لك لما انا صوت تمام روحهم مرنين روح ابوهم راجد عليهم دي قالوا ابنها مات فراهيم امان شوف انتها هدوش في الركاب اللي جانبي زي المجنون امدي 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 قال لي تاخد يا حسابك يا حاج انك فان يا حاج واو طول ابني مات اني مات لاب انتي رازلة على فان؟ قل طوله مش عارفة قول له ابو فهين قال لي ببسش في القناة قل طي قال لي انا وديك يا حاج ما بششتو القناة لحد دينا هبقاش رادي يركب ركابي كفيش هر المرض روحهم مراخديني على مرشتو القناة بقى زي المجنونة خنديني الركاب دخلت ابني فان؟ قال لي ابنك يصفف رحمة الله بقيت اخبط على التلاجة زي المجنونة ان حد يفتحلي ما حدش فتحه ما يتهدش في التلاجة فاتوا الجمعة اختلوا يوم السبت خدت ولادي وروحوا وكل النيابة كشفوه لي قال لي خد ابنك بقيت ابوصم بقيت ابوصم من رجله لحد وشه قدامي زرح من جنب على رجله بقيت اقول له يرحبك يا ابدي وبقيت اقبش في التلاجة بتاحته وشفته صباح يوم السبت اتغسل وادوس الجامعة صليت عليه كده قويت ربنا وصبرني وجلت الحد بدخلت الأمر بتاعه لعرزته ابني خاطم ومديره الشاب كان موظف وشقته وكان يقضش بعد الستوش انا عايزة العدل بتاع ربنا بتاع التقيمة تجيب لي حق ابني بس مش عايزة اللي حق ابني ابن كريمة محمد ابن كريمة يشلق ابن مصطفى ابن كريمة ابن مصطفى انا عايزة حق ابني بس قدت متوقع ان في يوم من الايام ان الموضوع يكبر كده واهل وهم اللي قتلوك انا ما كنتش حتى في ابناغي ابدا ابدا لعبلها بيوم انا كنت يا فندم حنين على اخواتي انا كنت حنين على اخواتي ماستخصدش فيهم حادا حنين على اخواتي او ماستخصدش فيهم حادا انا ما ربياهم دخل عليهم وتوتهم ربياهم عماتي حنين على اخواتي ما ماستخصدش فيهم حادا انا كنت حنين يعني دخل في ستين سنة مربياهم كلهم امري ما قلط فيهم ابدا ما ربياهم كلهم وبيقولولي امري ما زعلت حد يا ليه يعملوا في انت كده لماذا؟ لأنه عشر تلاف جنيه عشر تلاف جنيه يعملون في ابن كده الشاب ابراهيم لأن ابني ماشي بما يرضي الله هي بيع أولادها لماذا كده؟ حرام ولا حلال؟ أنا عايزة أبني أنا منامشي عايزة أنا عايزة أبراهيم ما بنامشي حطي تقيته على السدري كده ما بنامشي أخوطوا البلاد بالله انصرموا الطوية مني عشان ما أشوفش الطوية عايزة أبراهيم كان بالنسبة لك يا حجة؟ رح قلبي كان يحط أولادي في كفة أبوهم هو في كفة أبوهم عشان كان نفسي أفرح بوه أنا مفرحتش بوه كان نفسي أفرح بوه كنت بتجاهزين الجواز؟ با يجاهزوا بس الورث بدل ما تجوزين الورث دخلوا لك الكفة أبوهم آه روحي روحت له مبارح تالت يوم قلت له أنا جبتك للعروس يا بريم بدأ عدده كده ربدا بدي نستطر بس نسكة جب في قلب قدام القبر بتاعه؟ قدام القبر بتاعه وبلادي ملوله مية وحطوله الصبر وقلوا موح تعيطه على العريف تعيطه عليه ربنا عمسك لساني كده ومسك لأنت مش قادرة مش قادرة أصوت صوتت كتير قبل ما أخش القبر ثلاث يام أنا أقول جاي 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 مصدق الله حصل يا حاجة؟ أنت قاعدة بتقولي برهما يخش علي دلوقت او مصدق الله حصل؟ بقول لي بشعر بأيدي وأنا قاعدة يا برا أقول برهما جاي عليها بالتبتك بجراني يقول لي يصبر قلبك ربنا انا متخطفت مني يعني أنا زي ما يكون جاني زهوم لحد راضي ما رايح قولي يالله يا أم هنراضيك للدكتور لأنتي عندك جاة تايم ما بتمشي بالعلاقة يالله من سارك تلوى يومها على البرهيم قال لأم برايما ماتش مماتش جاي عليها هوا جراني يخطب مصطفى دماغة انتي هاجلك حاجة في دماغة وأنا مش أكمل مش أعيش أنا أشوف اللي اللي تعمل فيم يا بلا مولة أنا حاسة ان انا عبور طيب تقولي ايه اللي اعمل كده في ابنك عابك لا تقولي له ايه اللي شخص يعتب الله انت الوكين تدخلين علي وأنا كنت بصلي والمبرح دخلوا علي وأنا بصلي الله يشارح الله يسمح مسمحا مسب ربنا يا إخده حق ربنا والعدل يخده حق إبرهيم تقول يلي إبراهيم يحق بقول الله يا الحمد كبيرا يوم ما تزعلش يا حبيب الله يزعلش تحتة من قلب ما تزعلش ما تزعلش الله وضموا عالبلاكون هاي وضموا عالبلاكون ست حبال هدوف الحبيب جايين باشلاح مطاور مبروغت لحد هنا سبتتين جايين محملين بمطاور واشلاح لحد هنا تلتاشر سانة كان كل يوم هنا قال الله اخد اخسريني الله ما يزعلي يا ليلة للشم كل يوم عاي أولاي حبيب قلب يخل اخر من جاي اخده مني يا الله بحكلك اخر حاجة الهالك إبراهيم قبل ما يصل يا مالك هو بولاد ينومي الدينوم وما شين في العربية لسه بقول أخودي يا مابرهيم لسه بحضة التالبات ملقاتوا مت هتجلم تدين اخوكي مفيش هو يا فاندي والله والله وانا ماشي بيه عبطة وانا ماشي بيه في الطريق قالي لف وارجع يا ابا قالي لف وارجع يا ابا قالي لف وارجع يا ابا بشي انت لعد وروحان يا خراس كان نفسي يقول لي حاجة وقال لي حاجة كتري بيهدي لف وارجع على خلاص هموت معرفش اللي ابنة امتس للمي شوفو جازك كنتك قاله مما شوفو راي من اول شوفو جازك كنتك اللي بيهدي بقيت عبت عالتلاب ابني رحمل طمع اخواتي بقيت عابت عالتلاب طمع اخواتي فيها ابو يا حاجة شوفو جازك طمع اخواتي امي شوفو جازك كنتك التانى قالوا ما شوفو راي من اول اشوفو العرس الاول جاي نزوب خبت في التلاب طمع اخواتي طمع اخواتي في بيت واحد مية في بيت واحد مية انا راحت لولاد اخوية مجران احد اجنبي اناقول والدي 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 مجران احد اجنبي والدنيا بحلها وهو في التلاب ولحد يوم الجمعة ولا اقول يا والدي ولا احد ما دخلت القتل الصبر من عندك يا رب الصبر تسابرني يا رب ترخي علي الصبر بيزن الله حأبراهيم هيرجع انا باطلق اخر حاجة انا واسك في جداء مصر واسك في عدالة مصر واسك في عدالة مصر طالب الكصاص من محمد مصطفى طالب الكصاص من محمد مصطفى طالب الكصاص محمد مصطفى من عدالة مصر الكصاص زي ما بنراح او من شبابه هو يروح في شبابه راقة ما يفرحش بشبابه لين يفرح في شبابه انا حتى بحيال البعيب. حتى دلوقتي انا مات. انا بعك كده ساعة ما بيجي عليا. باجي المغرب كان بيهلا عليا ويجي كده يبنو ميل الجران بحالك. من المكنا صواء. كل واحد اقول لها في ازاستك. الناس ما بقول له بش الله يوم الالجران هتموت عليه. هيموتوا بقول له ابراهيم وهو ابراهيم. هو بقول لف اولادك بحاله. هون هتوم ميل ما من حالك. يعني انها باجي المغرب كده ما عد ما بيجي يا قلبي. يبنو ميل الناس بحالك. كان نفسه في ايه حد ده نفسه يتجوز نفسه يتجوز ونفسه يفرح زي الشباب الشقة اللي انا قاعد فادي ودنيتها وعملتها وفديت الشقة بتاعتي اخوه اخو ده احنا ناس غلام ويقول لي هما ماشي شاقتك انت المتال هانا خوف مخوك يوتر حفوه طلعت اخوه فوق ومرت اخوه رديت بك كده وقلت هجوز مميك وقلت هجوزه عشان كل واحد على قدو احنا غلاب. مش تمعانين في حاجة. مش تمعانين في جنيه ولا في اتنين. اللي احنا تمعانين فيه من ربنا مشحت من ربنا بالحلال. ايدي تعرفو يا ابو جايبة بلقص. كل جار يدفع الفين جنيه. وبدت له نقل يطلع على الله. بإذن الله ابراهيم يرجع حج بإذن الله. وطبعا ابراهيم في مكان احسن من هنا. وطبعا اللي عمل كده لازم القانون هيكتص منه. وطبعا احنا بنسك فيه العدالة القضائية في مصر وبنسك الشرطة المصرية. وطبعا حق ابراهيم مش هيروح. اعزائي المشاهدين متابعة موقع بصراحة اخباري. النهاردة كنا فيه منزل الاسرة الحزينة. الاسرة اللي تعرضت لمقساب معنا الكلمة بعد ان ساقدت ابنها. ابراهيم الشاب ابراهيم 21 عام. ابراهيم راح ضحية الورث وضحية الغل وضحية المشاكل الاسرية. وطبعا زي ما انتو شايفين اعزائي المشاهدين الاسرة في حالة انهيار تام. واحنا النهاردة من داخل الاسرة عرفنا التفاصيل الصادمة حول الواقع الام والاب بطلبين الخصاص العادل من اللي قتل ابراهيم. اعزائي المشاهدين متابعة موقع بصراحة الاخباري. كان معكم احمد فهم من قريط ابو الغيت. التابعة لمركز انات الخيرية محافظة الاليوبية. اعزائي المشاهدين متابعة موقع بصراحة الى اللقاء في بس مباشر جديد. وتخطيق برية جديدة من خلال موقع بصراحة الاخباري. اشتركوا في القناة